مستقبل وحاضر التجارة بقى الانترنت وبدون شك لو حضرتك بتشتغل في اي صناعة وفي اي مجال غالبا هتكون عارف ان اللي انا بقولولك ده صحيح مية في المية غالبا لو انت ما بتعملش بالفعل لمجهود كبير ويتسويق كويس من خلال الانترنت للمنتج او الخدمة بتاعتك فغالبا هتلاقي ان حجم مبعاتك ابتدي يقل بل بالعكس ابتدي يقل بشكل كبير جدا وبيبتدي يتسحب البصات من تحت الشركة اللي ممكن تكون بقالها 10 و 15 و 20 سنة شغالة بشكل كبير جدا ويروح لشركات تانية ممكن تكون صغيرة جدا لكن ابتدت تسوق بشكل فعال على الانترنت فهنا في الفيديو ده اللي انا عايز اقوله لك هو انك لو لسه ما بدأتش بالفعل تسوق بشكل حقيقي ويكون لك تواجد حقيقي وكبير وقوي وفعال على الانترنت لو انت في وقت هذا الفيديو لسه ما لكش فانت متأخر قريدي كتير جدا فابدأ فورا وادخل هذا المجال عشان تدخل هذا المجال انت محتاج الاول تتعلم شوية وتعليم الامور دي مش شيء صعب وتقدر تتعلمها كلها في اسابيع او اشهر قليلة تتعلم ما يكفي يعني انك تقدر تنطلق وتبدأ وبعد كده هتبدأ تكتسب الخبرة بالتدريج مع الممارسة واستمرارك طبعا في التعلق فهي دي النصيحة اللي انا بوجهها من خلال هذا الفيديو لأي حد عنده اي بزنس وعاوز يطوره او عنده اي بزنس وبيواجه فيه مشاكل طب لو انت بالفعل عندك البزنس ده وبتديت بالفعل تكون موجودة على الانترنت لكن لسه مش حارف تحقق النتائج المطلوبة فالسبب ده وباختصار شديد هو انك ما بتنفطش الموضوع بشكل صحيح وفي الحالة دي عندك اختيارين اتنين بس ما لهمش تالت الاختيار الاول هو انك تتعلم تاني وتتعلم كويس بنفسك من مصادر قوية يعني من اشخاص ومدربين مش اكاديميين لازم تتعلم من الناس بالفعل عندها بزنس راننج على الانترنت وبالفعل ده بزنس ناجح وبالفعل بيقدروا حقق او ارباح عشان تقدر تاخد منهم الاستراتيجيات والطرق اللي بيستخدموها وتطبقها على البيزنس بتاعك فدي الاختيار الاول عندك انك تتعلم بشكل كويس وتنفس ده بنفسك لو مش عاوز تتعلم او ما عندكش وقت توجه للمحترفين يعني استعين بشركات محترفة متخصصة في هذا المجال واتفعلوهم فلوس عشان هما يقومو لك بالموضوع ده نهابتا عنك لو ما عملتش حاجة من دول ايا كان وضع البيزنس الحالي بتاعك سواء كان كويس او مش كويس ففي الحالتين النتيجة ان البيزنس ده هيقع وخلال وقت وصير جدا قد لا تتخيل التسويق على الانترنت هو كل الانشطة اللي بتعملها علشان تعمل براندنج او اويرنس للمنتج بتاعك والعلامة التجارية بتاعتك يعني انك تعرض وتظهر علامتك التجارية والاسم بتاع الموقع الالكتروني بتاعك او المطعم بتاعك على الانترنت بشكل كبير وفعال ونتيجة هذا التسويق بتتم عمليات البيع او بتحصل عمليات البيع لكن عشان ده يتم بشكل صحيح بنعمل حاجة في التسويق الالكتروني اسمها سيلز فانل والسيلز فانل ده هو افضل مثال للاجابة على السؤال ده ان في الاول بيكون عندنا مجموعة من الاعلانات والمحتوى اللي بيجذب بس الناس اللي معتمة بالمنتج ده او بالخدمة دي ثم بعد كده بتبدأ من خلال برضو انشطة تانية من انشطة التسويق الالكتروني تدخل الناس دي تدريجيا في عملية البيع بتاعتك وده طبعا بيختلف من صناعة الى اخرى بس ده بيتم من خلال حاجة اسمها سيلز فانل او على الانترنت بيكون اوتوماتيك سيلز فانل يعني الموضوع بيحصل بشكل اوتوماتيك وهتلاقي عندنا هنا في القناة كمان فيديوهات بتتكلم عن موضوع السيلز فانل ده بشكل اكثر تفصيلا سؤال في منتهى الرواع طيب انك تبيع المنتج بتاعك على البلاتفورم ازاي سوق وامازون ده شيء كويس لكن فيه عيب كبير جدا 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 هو ببساطة انك كده في الحالة دي بتبقى عامل زي اللي بيحفر في المية عمر ما الحفرة بتاعتك هتكبر يعني ايه الكلام ده المشكلة في البيع على هذه المنصات انك ما بتعملش لنفسك اي براندينج وما بيبقاش عندك قاعدة بيانات من العملاء يعني كل الكريدت بيذهب او بيروح للمنصة اللي انت بيعت عليها ببساطة شديدة جدا لو انت حطيت المنتج بتاعك على موقع سوق واحد اشتراه لما واحد صاحبه ويسأله انت جدت ده منين مش هيقول له اسمك خالص هيقول له انا جبته من سوق دوت كوم فانت بتعمل براندينج لسوق دوت كوم صحيح التاجر كسب لكن البراندينج والبزنس الحقيقي عمل وسوق دوت كوم فرأيي انا ونصحتي هو انك لازم تعمل شيء خاص بيك وتعمل علامة تجارية يعني تعمل متجر الكتروني او موقعك الالكتروني الخاص وتنفذ انشطة التسويق الالكتروني علشان بالفعل يبقى عندك كيان بيبدأ ولو كان صغير جدا في البداية لكن يكبر مع الوقت ويكبر قوي ويكبر هنا معناها ان يبقى عندك قاعدة بيانات كبيرة من العملاء وبالتالي هتبدأ يبقى عندك مبيعات متتالية العميل مش بيشتري منك مرة هيشتري مرة واثنين وعشرة وعشرين كمان وبعد ما تعمل كده مفيش مانع انك تبيع كمان على سوق وجوميا وغيره من المنصات من باب زيادة المبيعات وتجربة الموضوع مش اكتر تمام سؤال جميل جدا الصفحة لو هي فعلا عليها عدد كبير من المتابعين هتكون كافية انك تعمل قدر جيد من المبيعات لكن بيكون عندنا مشكلة كبيرة جدا 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 ايه هي المشكلة انك مش هتقدر يبقى عندك اوتوميشن يعني ايه يعني عشان تبيع على صفحة على الفيسبوك الموضوع بيكون هو البوست اللي موجودة اللي فيها المنتج والعملية البيع بتتم من خلال التواصل المباشر مع العميل يعني العميل بيكتب كومنت ويسألك ده بكام وهتبعته منين وهتشحينه ازاي او يبدأ يتكلم معاك على المسنجر وهذا وامور من هذا النوع المشكلة في الحاجات دي طبعا اولا انها هتستهلك وقت كبير جدا 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 ولو الموضوع كبر هتلاقي نفسك محتاج تعين موظفين بياخدوا فلوس كتيرة عشان بس يردوا على الكلام ده وينفضوا عمليات البيع ودي بتكون طبعا هيكون لها اثر سلبي كمان على حجم المبيعات اللي انت هتحققها وبالتالي وجود الموقع الالكتروني ده دوره انه بيوتوميت الموضوع وانت بتستخدم ساعتها الصفحة دي للتسويق فقط عشان توصل الناس للموقع الالكتروني اللي عليه كل المعلومات والمواصفات ويقدر العميل ينفذ طلب الشراء مباشرة من خلال الموقع الالكتروني ويتتم العملية كلها بشكل اوتوماتيك فانت كل يوم بتيجي في معاد معين من اليوم تراجع الطلبات وتبدأ في تنفيذها بدل ما يضيع كل وقتك ومجهودك وفلوسك في الرد على استفسارات واسئلة كتير جدا كتير منها كمان بيكون مزعج وغير مجدي البيع اونلاين امن تماما امن لاقصى درجة كلنا بنستخدم الفيزا والماستر كارد دلوقتي عشان نصرف فلوسنا وعشان نشاري من المحلات درجة الامن اللي موجودة على الانترنت اعلى بكتير جدا جدا من درجة الامن اللي موجودة في الماشين اللي انت بتروح تشتري بيها من المحلات التجارية اللي موجودة في كل حتة او اللي بتدفع بيها ممكن في مطعم او ما الى ذلك درجة الامان اللي موجودة في الدفع اونلاين اكبر كمان بكتير من اللي موجودة في الحاجات اللي هي زي كده فهو امن مئة في المئة كمان دلوقتي فيه دفع عند الاستلام وهو رائق جدا في عالمنا العربي وهو برضه آمن كتير من الناس اللي لسه بتبدأ بيكون عنده تصور خاطئ انه لو حط المنتج بتاعه على المتجر الالكتروني وعمل دفع عند الاستلام الناس هتهرج وهتطلب المنتج ولما تبعته مش هتستلمه والكلام ده خاطئ مية في المية بحكم تجربتي على مدار 12 سنة يعني في عام 2008 انا كان عندي متجر الالكتروني وكنت ببيع من عليه منتجات غالية كنت ببيع لابتوبات في زمن كان اللابتوب فيه غالي وشيء قايم جدا 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 تمام وكنت ببيعها بدفع عند الاستلام وكانت 99% من الاردرات بيتم تسلمها فعلا المهم انك تلتزم باللي انت قيله فتبعت نفس المنتج اللي العميل طلبه بالمواصفات صحيحة وفي الوقت المزبوط ويكون فيه تواصل ما بينك وما بين العميل او ما بين شركة الشحن والعميل لحين استلامه للمنتج فما تقلقش خالص من الموضوع ده الدفع عند الاستلام رائع وهايل وقويل لو عملت بس الدنيا بشكل مظبوط 99% من طلباتك تتسلم بدون اي مشكلة سؤال برضو جميل جدا طيب عشان تقدر تعرف لو عندك منتج وعايز تبدأ تبيعه على الانترنت اذا كان هيتبيع كويس ولا لا هتعمل بحث عشان تعرف حاجة اسمها ability of the product to sell اي هو البحث ده طبعا ممكن تعمل حاجات كتير لكن خلينا نختصر الموضوع اول حاجة هتعملها هي انك هتبص على المتاجر الالكترونية الكبيرة زي سوق وامازون وعلي اكس برس وتشوف حجم المبيعات اللي بتتم على المنتج ده في هذه المتاجر هتعرف حجم المبيعات منين على موقع زي علي اكس برس هتلاقي ان موقع علي اكس برس بيظهر بالفعل عدد المبيعات اللي تمت على المنتج على مواقع تانية زي سوق وامازون هتلاقي الريفيوز او التقييمات من خلال عدد التقييمات وطبعا انها تكون ايجابية اكيد تمام هتقدر تستشف وتعرف حجم المبيعات اللي بتتم على المنتج فدي اول حاجة الحاجة التانية هي انك تعمل بحث على جوجل باسم المنتج ده وباسامي مرادفة ليه بحيث توصل لعدد المتاج تشوف المواقع الالكترونية التانية اللي بتبيع نفس المنتج واخيرا ممكن تستخدم موقع اسمه ادس باي وتكتب برضو اسم المنتج وهيظهر لك الموقع ده مواقع الالكترونية عاملة اعلان على الفيسبوك بتبيع في هذا المنتج ومن هنا برضو من حجم التفاعل اللي تم على الاعلانات دي هتقدر تستشف حجم المبيعات وبرضو من عدد المتاجر او المواقع اللي بتعمل اعلانات للمنتج ده من هنا هتقدر تعرف الابلتي توصل او امكانية بيع المنتج ده دي كده كانت اهم الاسئلة وطبعا ممكن يكون فيه في دماغك اسئلة تانية لو عندك اي سؤال سيبه لنا في التعليقات واحاول ارد عليك اما بالرد مباشرة على الكومنت او ان شاء الله في فيديوهات لاحقة نجمع اهم الاسئلة ونرد عليها مجتمع ان شاء الله شكرا جزيلا على متابعتكم وما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير عشان الكل يستفيد ويا ريت كمان تشرفنا بالاشتراك في القناة واتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهات قايمة جدا شكرا جزيلا وكان معاكم ياسر سليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته